اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود بالعذراء في منزلة السماك الاعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يستمر القمر في هاي المنزلة حتى ساعات الصباح وبكون انتقل لمنزلة منزلة الغفر وانتقل برضو لبرج الميزان فعشان يكفي منزلة الغفر وهي تصلح للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي والمنع اما بالنسبة للزوايا فطبعا اول زاوية رح تكون ما بعد الحلقة هاي هي زاوية تثريث ايجابية ذكرناها بالامس بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة 11 و7 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية بالنسبة لخلو المسار رح يصير بعد الزاوية هاي مباشرة او في اثناء الزاوية هاي يعني بتكون هاي اخر زاوية بتتشكل فبعدها ما في زوايا فعشان هيك بتكون هي بداية خلو المسار فخلو المسار ببدأ زي ما حكينا ساعة 11 و7 دقائق مساء ورح يستمر يعني الى ما بعد منتصف الليل لغاية الساعة وحدة و53 دقيقة فجرا بتوقيت جرينيتش وهذا بعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار اما بالنسبة للقمر فرح يستقر تماما ساعة 51 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش في برج الميزان وحكينا انه تأثيرات القمر لما بتكون موجودة في الميزان على جميع الابراج في هاي الفترة منكون افضل يعني هي افضل فترة عاطفية لتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر ومنميل الاسترخاء بجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة لسه ما استقرت بشكل كامل في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة واعادة تزيين البيت او المكتب واقتناء حاجية جميلة طبعا الزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة ستة واثنين وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الاصدقاء نتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وطبعا بما انه هاي الزاوية رح تتشكل بهاي القوة وهي زاوية ايجابية في مراحل نمو القمر فعشان هيك هاي الفترة جيدة للي عندهم مشاكل تساقط شعر او تقصف شعر او شعرهم بكون انباته ضعيف الفترة هي قص الشعر بيساعد على عملية الانبات واي علاج يؤخذ لتحسين الشعر او لتقويته بيكون ممتاز جدا طبعا بما انه القمر رح يكون في الميزان فخلوه المسار القادم بيكون يعني يوم 27 سبعة رح يكون في تمام الساعة واحدة وثمان دقائق فجرا ورح يستمر حتى تمام الساعة اربعة واحد عشر دقيقة صباحا لا ينتقل لبرج العقرب بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال خمس ايام في تمام الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بيصبح ست ايام نسبة الاضاءة بتكون خمس وعشرين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية المزاج سعيد القمر في العذراء والميزان حتى يوم سبعة وعشرين سبعة المزاج سعيد عطارد في السرطان حتى يوم خمسة ثمانية المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء حتى يوم سبعة ثمانية المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم تسعة تسعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اثناش تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين تسعة مزاجه سعيد اورانوس في الثور حتى يوم خمسة عشر ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين احداش مزاجه ممتزج بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم أربعة عشرة مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة للقمر بما أنه راح يكون هو موجود في البيت السادس ورح ينتقل للبيت السابع يعني مقابلكم مباشرة فالفترة هاي بتكون ممتزجة بين إيجابي وسلبي أول إشي بتكون إيجابية لأمور إلها علاقة بالشراكة وبترم نركز على أمور الشراكة بالفترة هاي ولكن بيكون طاقتنا ضعيفة وبكون في عنا حدية في المزاج فعشان هيك بالنسبة للبيت الأول فبنكون يعني شوي هيك مزاجنا متقلب في عنا نوع من أنواع الحدية شوي بنكون متكاسلين وبرضو بنكون عرضة لتعب أو وهن أو شعور بالملل من أي شيء بنحاول أنه نخلي الأمور تصير بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتكون جيدة لغاية ساعات الصباح بتكون دعميتك على مستوى أمور إلها علاقة بالمال صحيح أنه شوي في نوع من أنواع المصاريف أو الرغبة بإصراف الفلوس أو البحث عن مشاريع أو عن المشتريات مش ضرورية بالفترة هاي ولكن إجمالا هي فيها نوع من أنواع الإيجابية من ساعات ما بعد الظهر يعني الضغط على الأمور المالية بصير أكبر ممكن تظهر بعض المسائل المعقدة أو المصاريف أو الدفعات بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني شوي متقلبي خلال هذا اليوم في نوع من أنواع الحدية أو التوتر في الطباع شوي من العصبية بانتقاداتك بتكون لاذع شوي عندك هيك نوع من أنواع التشتت بالفكر ممكن مخك مشغول أو بتكون أنت تفكر في أكثر من موضوع مع بعض فعشان هيك بيغلب عليك التشتت الذهني وفي نفس اللحظة بيكون عندك نوع من أنواع التسرع أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا يعني بتظلها جيدة على مستوى البيت صحيح أنه ممكن تظهر بعض النقاشات أو الحدية بالطباعة في بعض الأوقات أو تظهر مسألة خلافية أو نقاش حاد على مستوى البيت أو يظهر شيء له علاقة بالأعطال أو الاهتمامات العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء بكل ما اقتربنا للصباح بتصير أفضل بتطور من العلاقة أو بتعزز من علاقتنا بالحبيب بتخلي فيه نوع من أنواع التفاهم أو سرعة البديهة يعني منكون عاطفيين أكثر حابين نتعامل بعاطفي أكثر صحيح أنه حساسيتنا شوي فيها يعني شيء للتواجد ولكن أنه بيغلب علينا التعاطف والمساعدة والاهتمام وخصوصا بالأحبة أبناء والدين أما بالنسبة للبيت السادس فحكينا أنه بتظل هالأمور بتتركز على العمل فعشانكم نقولكم واصلوا عمل بدأتم فيه من قبل وما تبدأوا بالفترة هاي في عمل جديد لأنه القمر انتقالوا بكم بساعات الفجر فما تهملوا صحتكم أهم إشي في ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ممكن تتعقد بعض الأمور وتترأ بعض البلبلة في بعض المسائل عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاذر القطيعة والدعاوى القانونية الفترة هاي أي خلاف أو أي نقاش أو حدية دائما خصمك بالفترة هاي بيكون أقوى منك والعراقي اللي بتستفزك سبب قوة الخصم أنه انت طاقتك بتكون ضعيفة أما بالنسبة للبيت الثامن فالاهتمامات بتظلها في الأمور المالية لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح ممكن تنشط ببعض المسائل اللي إلها علاقة بترتيب الفواتير أو الدفعات أو المشتريات أو جدول الديون المعينة أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم تعمل نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينك وبين الأحبة وخصوصا من ساعات الصباح فممكن تتواصل لحل مشكلة معينة أو تتواصل مع أجانب أو مع أشخاص بدولة خارجية أو تهتم ببعض المواضيع اللي إلها علاقة بالسياسة أو الفلسفة أو الدين أو الإطلاع على موضوع علمي أو الرغبة بالبداية فيما موضوع إلو علاقة بالدراسة أو البحث عن شيء مشترك أو شيء إلو علاقة بالدورات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء شوي بتكون حادة وخصوصا من ساعات الصباح شوي بتهدد شيء إلو علاقة بالسمعة فحاول قدر الإمكان أنك ما تخالف القوانين وما تجازف ما تدخل بأعمال مشبوهة وبرضو ما تندفع وتتهور وتبالغ بملذاتك بالفترة حاول أنك ما تتأخر عن دوامك وبرضو ما تدخل بخلافات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فهو شوي بيركز على علاقاتك ومعارفك فممكن تهتم ببعض الأشخاص خلال هذا اليوم أو أصدقاء أو لقاء أو اتصالات أو تفقد بعض الأصدقاء ممكن تحتاج لشخص من المعارف لاستشارته في موضوع معين وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فشوي الأجواء متقلبة عندك اليوم فحاول قدر الإمكان أنك تركز على عملك ما تخلي أعمالك تتراكم وبالمقابل بدك تراعي أمورك وشؤونك الصحية إن شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك وتهتم بصحتك أكثر برج الثور طبعا الأجواء بالظل إيجابية ودعميتكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتشعر بالطاقة إنها بلشت تتخف في نوع من أنواع البلبلة أو الاضطراب بصير عندك نوع من أنواع الارتخاء أو العصبية أو التوتر أو بعض الشعور ببعض التعب أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتتحسن بشكل ملحوظ على المستوى المالي فممكن تظهر بعض المسائل الطارئة اليوم أو أمور إلها علاقة بتحسين وضعك المالي أو تهتم ببعض الأشياء اللي إلها علاقة بالمشتريات أو الدفعات أو ترتيب وضع مالي معين أهم إشي إنك تبعد عن المشتريات الغير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها رايحة باتجاه التصعيد خلال هذا اليوم فعندك نوع من أنواع التوتر أو العصبية أو التقلب في المزاج أو الحدية في الطباعة في بعض الأوقات حاول إنك ما تدخل بالنقاشات أو تعمل خلافات ما بينك وبين أشخاص حاول إذا كان عندك امتحان أو مناقشة أو مقابلة إنك تركز بشكل جيد وما في داعي للإنفعال أو العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا نقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابية يمكن اليوم تفضل إنك أنت شوي تأخذ قصة من الراحة أو تهتم بالبيت أو تظلك موجود أو متواجد بأغلب الوقت في البيت ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل العائلي أو نقاش معين أو حوار أو محاولة حل مشكلة معينة أو الإطلاع على موضوع عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا بوسعكوا قضاء وقت ممتع مع أحباكم حتى ساعات الصباح والتواصل معهم والاهتمام فيهم من ساعات الصباح بصير اهتمامكم أكثر على العمل بيبدأ العمل عندكم بيتراكم بيتكوا تنتبهوا لصحتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي حاذر برضو من المشاكل الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو بيت الشراك المالية والعاطفية فشوي بدك تكون حذر خصوصا من ساعات الصباح احتد الجو شوي ممكن يصير فيه نقاش أو خلاف أو حوار معين يعني شوي يوتر الأجواء وممكن أنه هيك شوي تحتده في بعض المواضيع أو تنزعج من إهمال أو تصرف الشريك في هذا اليوم حاول قدر الإمكان أنك تشعن حالك بطاقة إيجابية وما ترضخ لأي شروط ممكن إنها ما بتناسب وضعك أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأجواء تقريبا تتجاهي الأشياء الإيجابية فممكن تظهر بعض المسائل المالية المشتركة تكون لصالحك إما دعم مالي أو موضوع قرض أو تسوية أو الاهتمام ببعض الدفعات أو ترتيب ميزاني معين أو نقاش بوضع مالي معين أما بالنسبة للبيت التاسع فشوي بتخف اتصالاتك خلال هذا اليوم أو حواراتك مع أشخاص خارج البلاد تركيزك شوي بخف حاول قدر الإمكان إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أو دراسة تركز بشكل جيد يعني بدك تفرغ وقت ما تخلي الأمور تتراكم عندك إذا عندك امتحان عندك تدرس ما تعتمد على الحظ مهائيا أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء بتتجه باتجاه الإيجابية خلال هذا اليوم وخصوصا على مستوى العمل أو على مستوى اللقاءات أو على مستوى المعارف فممكن تنشط بعمل معين أو تهتم بمسائل إلا علاقة بالعمل أهم شيء أنك ما تخليه يتراكم وما تأجل عملك اليوم ما في داعي للنقاشات الحادة ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه يعني شوي تحمل نوع من أنواع التوتر فممكن تنزعج من صديق أو يعني شوي هيك يكون فيه نوع من أنواع العتب ولكن إجمالا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتقارب ما بينك وبين بعض الأصدقاء فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو زيارة أو حتى اتصالات لتفقد بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة شوي بتعطي نوع من أنواع التهور أو الاندفاع فعشان هيك منقول لك أول شي ما تعصب وما تحتد أثناء عملك أو في مكان عملك أو ما تهمل عملك خلال هذا اليوم يعني ما تأجل وتتقاعس وتحاول أنك تتكاسل في إنجاز بعض الأعمال وفي نفس اللحظة بدك تهتم بالتقلبات الصحية اللي ممكن تظهر خلال هذا اليوم فلازم يكون لك اهتمام خاص وتأخذ قصد كافية من الراحة وتراجع طبيبك إن شعرت في شيء غير اعتيادي برج الجوزاء طبعاً بتظل الأمور متقلبة عندك عندك بعض الوساوس أو المخاوف لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بتنشحن بطاقة إيجابية بصير عندك ثقة بالنفس أكثر والقدرة على إنجاز كثير من المهام خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواع المستوى المالي ممكن تظهر بعض الأعباء أو الأعطال أو الأشياء اللي إلها اهتمامات بالمسائل المالية أهم شيء إنك زي ما حكينا بالأيام الماضي دير بالك من المصاريف اللي ما إلها داعي امسك جيبتك أو امسك إيدك شوي ما في داعي إنك تبذر أموالك على أشياء أنت مش بحاجتها أو تحاول إنك أنت تصرف بالمكان المش مناسب حاول إنك أنت تهتم بالوضع المالي شوي بالفترة هاي ممكن تظهر بعض المسائل المالية المعقدة أو المطالبات المالية عليك أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بتنشط باتجاهات كثيرة عندك نشاط عالي جدا على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل ممكن تنجز كثير من الأمور أو المهام خلال هذا اليوم أو ممكن تنشط بأمور إلها علاقة بالسيارات أو بالاتصالات أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بدعم من وضعك على مستوى البيت فبضل القمر موجود لغاية ساعة الصباح فعشان هيك برضو منحذر من أنك تدخلوا أي تغيير على مسكنكم أو شراء قطعة أثاث للبيت خصوصا لغاية ساعة الصباح لأنه خلوه مسار ولكن الأهم من هيك أنه فيه اهتمام في مسألة عائلية معينة اليوم أو تهتم بنقاش موضوع معين أو تطلع على شيء يطلب يعني شوي رأيك أو اهتمامك من ساعات الصباح طبعا القمر بنتقل للبيت الخامس فعشان هيك بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم مش أنك تلطف الأجواء الأجواء واعدة بعلاقة أو بلقاء أو بتواصل جيد يعني الأجواء كلها ممتازة على مستوى العلاقات وممكن أنها تعيد علاقة يعني نالها شوية التوتر بالفترة الماضية إلى طبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات يعني ممكن اليوم تحل برضو مساء العالقة أو كانت مستحيلة بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا منقول إنها جيدة صحيح أنه ممكن تظهر لك بعض المشاكل الصحية أو التوتر الصحي أو بعض التعب أو الإرهاق وممكن تضغطك برضو على مستوى العمل في بعض الأوقات فعشان هيك منقول لك ما تهم العملك وما تأجل عملك وما تتغيب عن عملك بالفترة هاي وبالمقابل بدك تهتم بشؤونك الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا جيدة على المستوى الشراكي فهاي بتعزز من شراكاتكم وتواصلكم مع الشركاء أو مع الأزواج فممكن اليوم يصير في بعض الاهتمام ببعض المسائل القانونية وبعض المسائل اللي إلها علاقة بالقرارات أو العقود أما بالنسبة للبيت الثامن تنشط بالفترة هاي بترتيب وضع مالي ممكن عليك مطالبات أو ديون أو أشياء بتحاول أنك أنت تنهيها أو تتجدلها بعض الحلول زي جدولة الديون أو سداد ديون أو اهتمام ببعض الأمور المالية اللي شوي كانت معقدة وضغطة عليك بالفترة الماضية الأيام هاي بتساعدك على عملية تجاوزها أو إيجاد حلول لا إلها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمك بشكل قوي على مستوى الحوارات والاتصالات والدراسة وأمور إلها علاقة بالمناقشة أو المقابلة أو مع أشياء بتتعلق بالأجانب أو أشياء خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة بدك تدير بالك اليوم ما في داعي للمجازفات ولا المغامرات ولا للنقاشات ولا الحدية بالطباع أثناء التعامل مع المعارف أو مع زملائك أو رؤسائك بالعمل حاول أنك ما تخالف القانون ما تدخل بأشياء مشبوهة وما تجازف بسمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى التلاقي والتقابل مع الأصدقاء خلال فترة هاي فهو بدعمك بمسائل قوية جدا ممكن شوي يكون فيه نوع من أنواع الزيارات أو تبادل الزيارات أو الاهتمام بأشياء إلى علاقة بدعوة دعوة حضور حفلة مناسبة لقاء اهتمامات اجتماعية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا بدنا نقول أنه شوي بتضغطك فعشان هيك ممكن تهمل بعض الأعمال خلال اليوم أو تتقاعص في إنجاز بعض الأعمال أو شوي ما تكونش مركز كثير وبرضو بدك تهتم بصحتك من بعض التقلبات وما تتوهم أمور مش موجودة برج السرطان بتظل الأجواء داعمة وجيدة حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح شوي نفسيتك بتتقلب أو تشعر بنوع من أنواع الارتخاء أو عدم الرغبة بإنجاز كثير من الأمور أو بتتهرب من بعض المسائل بتحاول إنك شوي تعتكف على نفسك أو تقعد في البيت أو ما تنجز أشياء أو تأخذ قصط من الراحة اليوم فكريا أو جسديا أما بالنسبة للبيت الثاني ممكن ينشغل فكرك في بعض الأمور الطارئة اللي إلها علاقة في بعض المسائل المالية أو تنشط بإيجاد بعض الحلول من ساعات الصباح بتصير الأجواء جيدة فممكن تحصل بعض المكاسب أو الأرباح خلال الفترة هاي أو الاهتمامات المالية أو إيجاد حلول لبعض الالتزامات أو الدفعات أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا القمر بما أنه موجود لغاية ساعات الصباح وفيه خلوم مسار فميقول اللي بده يتقدم لامتحان يجب أن يستعد بشكل جيد يعني من ساعات الصباح الشوي الأمور بتتركز على بعض التنقلات والاتصالات والحوارات ولكن أنه بتكون من بعيد لبعيد بدون مواجهات أما من ساعات الصباح الأجواء بتركز كلها على البيت الرابع اللي هو علاقة بالعائلة فعشان هيك ممكن تهتم ببعض المسائل العائلية خلال هذا اليوم بتتطلع على مصالحكم البيتية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم إشي أنك تتجنب توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر والاستثمار أما بالنسبة للبيت الخامس فشوي اليوم ممكن شوي حساسيتك تكون عالية شوي فعشان هيك ممكن تتوتر أو تعصب أو تستاء من تصرف الحبيب أو ممكن يتعطى المشوار إلو علاقة بترتيب كان لنزهة أو خروجة أو تغيير جو أو مرح أو أمر بتعلق بهواية من هواياتك فيصير تعطيل عليه ممكن اليوم تتحسس من موقف إلو علاقة بالحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أهم شيء أنك ما تكبر الأمور أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية يعني ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو ترتب بعض الأوراق خلال هذا اليوم أو تتفكر في مسائل لتطوير ووضع عملي معين أو مقابلات إلها علاقة بالعمل أو التواصل مع أصحاب عمل ولكن الأهم أنك تراعي وضعك الصحي من التقلبات اللي ممكن تظهر وراقب غذائك أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكة فاليوم يعني ممكن تنشط ببعض المسائل اللي بتطلب تواجدك أو تفاهمك ما بينك وبين الشريك في ساعات الصباح ممكن شوي يعني تحتد أو تستاء من تصرف أو تكتشف أمر العلاقة بالشريك فشوي هذا يسيئك فيخليك شوي متقلب بالمزاج أو حاد الطباع أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنها جيد اليوم فعند قدرة عالية جدا على الاهتمام بالمسائل المالية فممكن تنشط ببعض المسائل أو الأوراق أو المعاملات اللي إلها علاقة إما بقضية معينة أو بمؤسسة مالية معينة فممكن إشي العلاقة بالأقصاط أو الدفعات أو الترتيبات المالية اللي بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتظل غاية ساعات الصباح جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد من ساعات الصباح ممكن تحتد أو تتكاسل لو كان عندك دراسة أو عندك مقابلة يعني حاول أنك تركز بشكل جيد عارف إيش اللي أنت بدك إياه بالضبط ناقش برضو بعقلانية مش بعواطف ادرس المواضيع بكل جدية ممكن اليوم يصير لك نوع من أنواع التعامل مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب عنك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت السمعة اليوم تقدر تدافع عن سمعتك وتعزز سمعتك برضو ممكن تسمع إطراء أو ثناء على بعض الأشياء اللي أنت ممكن تنجزها أو أنجزتها بالفترة الماضية ممكن يكون في نوع من أنواع التعامل الإيجابي ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل بشكل كبير أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فتقريبا الأجواء اليوم شيئا ما جيدة فهاي بتدعوك للتواصل أو للعلاقات الاجتماعية أو الزيارات أو الاهتمام ببعض الأصحاب أو الأصدقاء فممكن تحمل لك لقاء أو تقابل على مسألة معينة أو حل مشكلة كانت بالسابق أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فشوي الأمور يعني ممكن اليوم تكون ضاغطة لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح الأجواء بتصير جيدة وبتدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الأعمال المهمة وممكن تهتم ببعض الشغون الصحية أو الرقابة الصحية الأهم من هذا أنك أنت ممكن اليوم إما أنك تقلق بشأن صحة حبيب أو صحة أحد المقربين لا إلك برج الأسد طبعا من ساعات الصباح يعني لغاية ساعات الصباح الأجواء تقريبا جيدة نفسيا شوي ولكن من ساعات الصباح بتزيد الطاقة أكثر وبصير عندك حيوية أكثر ورغبة للانطلاق والحوار والنقاش فبتلاقي في عندك طاقة عجيبة اليوم لإنجاز كثير من المهام يعني بتبلش تشحن حالك بطاقة إيجابية بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا بدأ لساعات الصباح بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيمة شراء حاجية ثمينة أو إسراف بدون عقل ممكن تهتم ببعض المسائل المالية أو ترتب وضع مالي معين أو تحصل أو تحصل على دعم معين خلال هذا اليوم أو مساعدة من أحد المقربين أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا القمر رح ينتقل في ساعات الصباح للميزان يعني بيتك الثالث فبتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر أو الاتصالات بيكون عندكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر النشاطات حسب حق الإختصاصك بتكون عندك اليوم رغبة للقاءات العديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير وضوح وصراحة عن موقفك ما تتردد بالتحرك أما على مستوى البيت فاليوم ممكن تهتم ببعض المسائل العائلية أو الأمور البيتية إما ترتيبات أو تصليحات أو عطل معين أو تهتم ببعض الشؤون العائلية كنقاش مسألة معينة أو الحوار لتحسين أو تعديل خطأ معين أو شيء كان مسبب نوع من أنواع الاستياء على مستوى العيلة أما بالنسبة للبيت الخامس من ساعات الصباح الأجواء العاطفية بتصير جيدة جداً وبتقارب ما بينك وبين الأحبة تجعلك ملفت للانتباه وعندك قدرة للتواصل مع الأحبة بقوة عالية جداً وبرضو في نوع من أنواع الاهتمام العالي بالحبيب أو بهواي معينة أو بأمور إلها علاقة بابن أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء رح تضغطك على مستوى العمل فممكن يتراكم عمل معين أو تنزعج لعطل بصيب عمل معين أو بتلاقي أنه في خلل صار في بعض الأشياء اللي أنت ما كنت من تبهلها أو بتكتشفها بطريقة مفاجئة أهم إشي أنك تراعي وضعك الصحي بشكل قوي من التقلبات أو ظهور بعض الإصابات اللي ممكن شوي تخليك تهتم فيها بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي بتصير يعني إيجابية أكثر اليوم يعني بتدعوك لنوع من أنواع الحوار أو التلاقي أو التقابل ما بينك وبين الشريك أو يعني تراجع عن قرار سابق أهم إشي أنك تبعد عن العصبية فممكن اليوم يعني تتوافق الأمور ما بينك أو تتلاقى الأمور بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأمور المالية ممكن تظهر مسألة مالية معقدة اليوم أو تتطلب اهتمامك أو ترتب وضع مالي معين أو ترتب لدفعات والتزامات قادمة لإلك يعني عندك اهتمامات مالية بشكل مباشر وقصوصا بالأموال المشتركة يعني الأموال اللي بتكون بينك وبين أشخاص أما بالنسبة للبيت التاسع فالحوارات والاتصالات الخارجية اليوم بتكثر عندك فممكن تنشط باتصالات خارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأشخاص أجانب عنك أو مقيمين في خارج البلاد ممكن تتواصل على أمور إلها علاقة بالمشتريات أو التسوق الخارجي أو الاهتمام ببعض الأوراق والمعاملات القانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا منقدر نحكي بدها نوع من أنواع الحذر ما في ذاعي للمجازفات ولا للمغامرات ولا لمخالفة القوانين حاول أنك أنت تحافظ على سمعتك قدر الإمكان وما تدخل بنقاشات حادة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل في خلال الفترة هاي أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الصداقة فممكن اليوم تنشط ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالتلاقي أو لقاء صديق أو زيارته أو زيارتك أو ممكن أنه خروج مع بعض وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب بدعمك في بعض المسائل فبساعدك على إنجاز كثير من الأعمال صحيح أنه ممكن يكون في ضغط شوي على شغل إلها علاقة بالعمل ولكن عندك قدرة عالية لإنجازها وبرضو عندك قدرة عالية للاهتمام أو التشخيص أو مراجعة طبيب أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالصحة بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج العذراء يعني بتظل اليوم ثقتكم بنفسكم كبيرة بعمكم النشاط صحيح أنه الشمس موجود في بيت المتاعب بتضعف من طاقتكم شوي ولكن وجود القمر شوي بعطيكم بعض الطاقة أهم شيء ما تبادروا بأي عمل جديد بل وصلوا عملكم الاعتياذي حاول أنك تراجع الأمور بعقلانية وبرضو تدرس أوضاعك وتقيمها بشكل جيد من ساعات الصباح طبعا بصير القمر في البيت الثاني بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أو تهتموا ببعض الأمور المالية أهم شيء أنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو أمور استشفائية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا من ساعات الصباح بتعطيك شوية حدية بالطباع فعشان يكي بتخليك عصبي متقلب المزاج حد الطباع متسرع شوي عندك حركي فممكن ما تنتبه أثناء حركتك فممكن تتعرض لإصابة يعني تتعرقل مثلا تتفركش رجلك تضرب في الباب تعرض حالك لإصابة أثناء العمل فبدك تركز بشكل جيد وخصوصا أثناء قيادة السيارة والتنقلات والحركة إثناء النقاشات بدك تدير بالك زي ما حكينا من الحدية والعصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت ممكن يعني تعملك نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تهتم بمسائل عقارية أو بيتية أو عائلية فممكن تظهر بعض المسائل الطارئة اللي تتطلب منك التواجد أو إيجاد الحلول لإلها أو تهتم فيها بشكل مباشر أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي شوي ممكن يعني تكون متقلب المزاج اليوم فممكن تحتد أو تعصب أو تستاء من تصرف حبيب أو ما إنه تخلي الحظ عنك بالفترة يعني تركن على الحظ في مسألة معينة فتفشل في مسألة كثيرة فحاول قدر الإمكان ما تعتمد على الحظوظ نهائيا وبدك تعتمد على جهدك الشخصي ممكن اليوم يعمل نوع من أنواع النقاش اللي شوي ممكن يكون بالطبع حاد ما بينك وبين الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أهم مش أنك ما توجه انتقادات لاذعة عشان الأمور تمشي بالشكل الصحيح أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا متتجه بالاتجاه الجيد خلال هذا اليوم فممكن تحل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو تنشط بعمل معين صحيح أنه ممكن يكون مرهق شوي ولكن إجمالا بدك تنجز هاي الأعمال وما تخليها تتراكم وبرضو خلي الاهتمام بالوضع الصحي عندك دائما على يعني متأهب لهاي الأمور أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع التواصل أو التفاهم ما بينك وبين الشريك في بعض المسائل فممكن تنجز بعض المسائل اليوم ولكن إذا دخلت بنقاش أو عصبت أو احتديت فعرف أنك أنت دمرت الدنيا اليوم فحاول تمسك حالك قدر الإمكان أنه ما توجه انتقاد ولا كلام مش بمكانه أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتأخذك باتجاه الأمور المالية فممكن تهتم ببعض الأشياء اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة يعني الأموال اللي بتكون إما داخلة ما بينك وبين أشخاص يعني مشتركة ما بينكم أو بتكون أنت بتحاول تحصل عليها من شريك أو من زوجي أو من زوج أو نوع من أنواع الدعم أو دعم لمشروع أو قرض معين أو مساعدة اليوم بتنشط بهاي المسائل وتجد حلول لبعض المسائل وخصوصا الأمور اللي إلها علاقة بالقضايا أو إلها علاقة بالأوراق المالية أو القانونية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا يعني تضغطك اليوم على مستوى علاقات خارج البلاد أو مع أشخاص خارج البلاد ممكن يصلك خبر من خارج البلاد شوي يوتر أعصابك أو يضغطك خلال هذا اليوم أهم إشي إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وتدرس بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض وما تهمل دراسة حاول تخزن معلومات قدر الإمكان وتكون دائما جاهز اللي عنده قضية أو أمور قضائية اليوم يعني يعرف أنه ممكن يصير فيها بعض التعطيلات وما تمشي لمصلحته أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة اليوم أفضل فممكن تحافظ على سمعتك وتدعم سمعتك بشكل جيد أو تعزز علاقتك مع زملائك أو رؤساك بالعمل أو تستغل بعض المعارف لإنجاز بعض الأمور المهمة يعني زي واسطة أهم إشي أنك تحافظ على سمعتك وما تجازف وما تغامر بالفترة هاي أما بالنسبة لبيتك 11 فشوي يعني بيخلي فيه نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينك وبين الأحبة أو ما بينك وبين بعض الأصدقاء صحيح أن الفترة هاي ممكن تستام من صديق أو تحتد من مسألة إلها علاقة بأحد الأصدقاء أو المعارف ممكن تظهر بعض المشاكل اللي بتتعلق بصديق فشوي أنت تلفت انتباهك تحاول تساعده في هاي المسألة ولكن إجمالا يعني فترة متقلبة على مستوى العلاقات والأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب بيتك 12 فأنا شايف الأجواء يعني شوي ضاغطة ما هو أنا مش شايف هي ضاغطة أساسا بسبب الشمس أنها موجودة في بيت المتاعب فعشان هيك بدك تدير بالك على عملك ما تخلي أعمالك تتراكم عادي تكون مهيئ نفسيا أنه في بعض الأمور ممكن تتعطل ما تكمل ممكن تفشل في آخر لحظة برضو بدك تنتبه على وضعك الصحي من التقلبات الصحية اللي ممكن تصير لأنه طاقتك ضعيفة ممكن برضو تحمل لك إما زيارة طبيب أو الاهتمام بصحة أحد الأحبة برج الميزان طبعا من ساعات الصباح الأجواء تقريبا بتصير يعني أحسن هو بظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح لأنه القمر بظل موجود في بيت المتاعب ولكن من ساعات الصباح يعني منقول لكم أنه أو لغاية ساعات الصباح منقول لكم انجزوا فقط ما هو ضروري من العمل المتراكم وإخلد للراحة من ساعات الصباح بيطرأ تغيير للأفضل على صحتكم وبتستعيد حماستك بتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب بعض المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بتصير يعني ممكن يكون لك بعض الاهتمامات المالية اليوم أو تظهر بعض المسائل المالية المعقدة شوي اللي تتطلب منك نوع من أنواع المصاريف أو الاهتمامات أو المطالبات المالية أهم شيء أنك تحاول أنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا من ساعات الصباح بتصير جيدة بتنشط في أمور إلها علاقة بالاتصالات والحوارات والتواصل فبتعطيك طاقة إيجابية قوية بتتواصل مع المحيط بشكل قوي جدا عندك قدرة على الإقناع وعلى الحوار برضو في نوع من أنواع الإيجابية حتى في طاقتك وقدرتك على الإقناع أما بالنسبة للبيت الرابع من ساعات الصباح ممكن تظهر بعض المسائل العائلية اللي شوية ممكن تلفت انتباهك أو تكون مربك لا إلك ممكن مسألة بتتعلق في أحد أفراد العائلة أو موضوع إلو علاقة بعطل معين في البيت أو موضوع إلو علاقة بالمشتريات أو النقاشات الحادية المنزلية دير بالك وحاول إنك ما تحتد وما تعصب وما تأثر على طاقتك بإنك تشحن حالك بطاقة سلوية من وراء هاي الأشياء اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا بتصير إيجابية مع ساعات الصباح بتقارب ما بينك وبين الأحبة ممكن يعني شوي تتحسس من موقف معين إلى علاقة بالحبيب أو تتوتر أو تقلق على حبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط ممكن تراكمات الأعمال من الفترة الماضية أو الانشغلات أو تنزعج من مسألة معينة إلها علاقة بالواجبات أو الأعمال الكثيرة ولكن الأهم إنك أنت تراعي وضعك الصحي من بعض التقلبات اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت الشراكي فاليوم تقدر تعزز علاقتك مع الشريك أو تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك ممكن تتلاقوا على مسألة معينة أو تتصالحوا في مسألة معينة أو تتراجعوا عن شيء سابق ولكن أهم شيء تديروا بالكم من النقاشات الحادة وتكبروا خلاف ما بينكم بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا جيدة بتدعم علاقتكم المالية المشتركة فممكن اليوم تحصل على بعض الدعم أو المكاسب أو الاهتمامات بمسائل مالية لها علاقة بقرض أو مسألة بنكية أو أوراق قانونية أو معاملات أو استردادات لبعض الأموال اللي بتعود لك أو مطالبة في هاي الأمور أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك من ساعات الصباح على مستوى الاتصالات البعيدة تواصل مع أشخاص خارج البلاد اهتمام بدراسة أو بحث عن موضوع معين أو نقاش أو تواصل مع أجانب أو أشخاص مقيمين خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بيدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات مع مقربين لا إلك أو على مستوى العمل ممكن تناقش مسألة معينة أو عمل جديد أو مناقشة على موضوع معين أهم شيء أنك تكون جاهز ومستعد أهم شيء أنك ما تتأخر عن دوامك ما تدخل بأي مجازفات أو مواجهات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء بتدعمك على مستوى بيت الصداقة بشكل قوي فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو اهتمام بمسألة إلها علاقة في البيت أو إلها علاقة بزيارة أو دعوة لحضور مناسبة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا أنه ضاغط لغاية ساعات الصباح بعدين الأجواء بتصير إيجابية فبتقدر تنجز أعمالك وتهتم بشؤونك الصحية بشكل أكبر برج العقرب طبعا اليوم رح يكون متقلب عندك على غاية ساعات الصباح بتظل الأمور جيدة وفي نوع من أنواع التواصل الجيد ومشحون بطاقة إيجابية ولكن اللي بصير إنه من ساعات اللي هي بتيجي تقريبا ساعات الفجر أو ساعات الصباح بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم حاول أنك أنت برضو تركز بشكل جيد بتلاقي طاقتك نزلت شوي وحساسيتك زادت شوي فممكن تتوتر وتعصب أو ممكن أنه اليوم تحس أنه ما عندك طاقة لكثير من المسائل أما بالنسبة للبيت الثاني فبتظل المسائل المالية شوي هي المقلقيتك خلال هذا اليوم فممكن تهتم ببعض المسائل المالية أو الدفعات أو الالتزامات أو الحوارات فممكن تظهر بعض المسائل المعقدة أو المطالبات أو النشاط بحل مسائل مالية أو ترشيد الاستهلاك أو أشياء العلاقة بالإدخار أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء على مستوى التنقلات والاتصالات شوي اليوم تشحنك بطاقة سلبية فاليوم عصبيتك بتكون ظاهرة نقاشاتك حدي شوي ممكن تستاء من تصرفات أو تحتد في بعض التصرفات اهدن تبه أثناء القيادة وأثناء الحركة من الإصابات وأثناء النقاشات مع أخ أو جار من الحدية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى البيت اللي بتدعم من علاقاتك مع أفراد العائلة أو بتقارب ما بينك وبين بعض أفراد العائلة أو تهتم بمسألة عائلية بشكل إيجابي كإنجاز بعض الأعمال أو بعض المشتريات أو بعض الاهتمامات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح شوي حساسيتك بتصير زائدة وبتستاء وبتحتد وتتقلب بمزاجك اليوم ممكن شوي يعني تهتم بصحة أحد الأحبة أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء زي ما حكينا بدك تهتم بعملك حاول تنجز الأعمال ما تخليها تتراكم وبرضو بالمقابل بدك تهتم بصحتك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السابع فممكن يوم يعني يكون تواصل جيد ما بينك وبين الشريك أو يصير فيه نوع من الأنواع التلاقي على مسألة معينة ممكن تحلوا خلاف معين أو تتراجعوا عن قرار سابق أهمش أنك ما تصاعد الأمور بنقاشات حدي أما بالنسبة للبيت الثامن فممكن تنشط ببعض المسائل المالية أو الطالب ببعض الحقوق أو بعض الاهتمامات لمسألة معينة بتتعلق في أموال مشتركة يعني أموال ما بينك وبين أشخاص أو أموال إلها علاقة بالقروض والديون والأمور إلها علاقة بالبنوك أو إعادة جدولة بعض الالتزامات أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الأجواء من ساعات الصباح بتحتد فممكن شوي تقلق على صحة أشخاص خارج البلاد أو على حوار معين أو تستاء من نقاش أو من نتيجة امتحان حاول إذا كان عندك مقابلي أو دراسي أو نقاش اليوم أو مناقشي تكون مستعد وما تعتمد على الحدود أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا جيدة خلال هذا اليوم فممكن اليوم تنشط ببعض المسائل بشكل قوي جدا ادعم من علاقاتك ومن معارفك ومن سمعتك فممكن يصير تواصل ممتاز ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل أو تنجز بعض الأعمال اللي ممكن تكون صعبة ولكن الأهم ما تخليها تتراكم أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا بيظل القمر موجود لغاية ساعات الصباح فبتنشطوا بين الأصدقاء أهمش إنك ما تعتمد كثير على وعد بيقطعوا لكم أحدهم في ساعات الصباح طبعا القمر بنتقل لبيت المتاعب فبتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم ما توقع على عقد وما تبدأ عملي جديد هاي فترة فارغة من الحظ حل الأمور بهدوء وابتعد عن الضوضاء أو عن الأضواء قدر الإمكان عشان إنه هيك أنت بحاجة للهدوء ما تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج القوس طبعا اليوم من ساعات الصباح بتحس طاقتك صارت أحسن ثقتك بالنفس بتصير أقوى قدرتك على التواصل جيد جدا رغبتك بالخروج والانطلاق بتصير أعلى أما بالنسبة للبيت الثاني فممكن تظهر بعض المسائل المالية أو تقلقك مسألة مالية أو شوي تكون تحسب لوضع مالي معين يكون مقلق في بعض الأوقات أو دفعات أو سداد أو أشياء العلاقة بالمشتريات أهم شيء إنك ما تبذر أموالك أما بالنسبة للبيت الثالث فبتنشط اليوم بالاتصالات والحوارات برضو سرعة البديهة عندك بتصير عالية وقدرتك على الإقناع بتصير عالية جدا فممكن اليوم تقنع أي شخص بوجهة نظرك وبرضو في نفس اللحظة بتنشط بالاتصالات والحركة وإنجاز كثير من المهام خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فمسألة البيت الشوي فيها نوع من أنواع الروتين اللي شوي ممكن يظهر بعض الأشياء أو تحتد أو تستاء من بعض المسائل حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وحاول ما تكبر الخلاف ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تهتم بمسألة إلها علاقة بالعقار أو مسألة خلاص مسألة معينة إلها علاقة بالبيت أو بالعيلة أو نقاش أو موضوع كان له فترة متردد على الساحة أما بالنسبة للبيت الخامس فشوي على الوضع العاطفي ممكن الأمور تكون يعني أحسن شوي هاي بتدعم من علاقتك بالأبناء علاقتك بالأحبة علاقتك بالوالدين ممكن تهتم بمسائل عاطفية بشكل أكبر ممكن شوي يصير تركيزك على مسألة إلها علاقة بتجربة الحظ ولكن ما تبالغ كثير لأنه المريخ اللي موجود في البيت الخامس شوي يعني بيسبب لك نوع من أنواع التهور في بعض المسائل حاول إنك ما تحتد وما تعصب وما تحاول فرض سلطتك على الأشخاص اللي حواليك أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور على مستوى العمل والصحة فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال وخصوصا من ساعات الصباح تلاقي أنه أنت ما عندك رغبة بإنجاز كثير من المهام أو ممكن تظهر بعض المسائل الاستشفائية أو مراجعة طبيب أو اهتمام في مسألة صحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك خلال اليوم على عملية التواصل مع الشريك ممكن تحلوا مسألة معينة أو يدعمك الحظ في مسألة معينة إلها علاقة بالشراكة أو إلها علاقة بالأوراق والمعاملات القانونية أما بالنسبة للبيت الثامن بدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن تجد بعض الحلول لبعض الأشياء العالقة أو بعض الدفعات أو تسد الديون معينة أو يجيك دعم معين أو تجد مخرج معين لحل بعض المسائل المالية اللي إلها علاقة في أمور زي المنوك والضريبة والأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت العاشر أهم شيء أنك توصلوا عملكم الاعتيادي وما تبادروا بعمل جديد لغاية ساعات الصباح حاول أنه اليوم ما تدخل بأي خلافات أو نقاشات حدي ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل من ساعات الصباح بتلتقوا الأصدقاء أهم شيء أنه تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك لأنه ممكن تجد حليف بدعم تصوراتك أهم شيء أنك ما تستسلم أو حاول أنك تكرر المحاولة أكثر من مرة عشان تمشي الأمور مثل ما بدك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا جيدة بتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز أعمالك بشكل جيد خلال هذا اليوم وممكن يصير لك بعض الاهتمامات على مسائل أو تطلع نتائج لفحوصات أو لا أشياء لها علاقة بطبيب أو بصحة أحد المقربين لا إلك برج الجدي طبعا الطاقة القوية هاي اللي أنت بتحس فيها الأيام هاي شوي ممكن أنها تتراجع في الأيام يعني في الساعات القادمة يعني في الساعات الفجر حاول أنك تستغل الفرصة بالفترة هاي لإنجاز كل المهام لأنه من ساعات الصباح الأجواء شوي بتضغط عليك نفسيا أو بتخلي عندك عدم الرغبة بإنجاز كثير من المهام أو شوي تستاء من بعض التصرفات أو تسيطر عليك روح التشاؤم أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى الوضعي المالي فممكن تظهر بعض المسائل الجيدة وتساعدك في إيجاد بعض الحلول أو الدعم أو ممكن أنك تحصل بعض المكاسب من عمل إضافي أو نوع من أنواع المستردات أو الهبات أو ممكن تحصل على هدية أو مكافأة خلال اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بتخليك عصبي اليوم وحد بالطباع ممكن تعصب من مسألة معينة أو تحتد أو تستاء أثناء نقاش حاول ما تتزمت برأيك لأنه شوي ممكن قراراتك بالفترة الماضية كانت شوي صعبة ولكن كانت يعني صعبة ومش بلي صالحة فعشان هيك راجع قراراتك فممكن أنه أنت تجد بعض الحلول أو تنهي مشكلة معينة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا جيدة ولكن بيغلب عليك نوع من أنواع التوتر أو القلق أو أنك تحتد في بعض المسائل أو تحاول فرض السلطة أو تتحكم بالأشخاص اللي حواليك وخصوصا من أفراد العائلة ممكن تظهر بعض المسائل البيتية أو الأمور اللي لها علاقة بأعطال أو مشتريات أو اهتمامات عقارية ولكن أهم شيء أنك تدير بالك أثناء العمل خصوصا هي لستات المنازل بدهم يديروا بالهم أثناء العمل من الإصابات في المطبخ أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا يعني بيطمئن بالك من بعض المسائل ولكن بظل في نوع من أنواع الاستياء من تصرف الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين خلال هذا اليوم فحاول قدر الإمكان تمسك عصابك وما تدخل بنقاشات حادي وما تطور الأمور إنها تصل لمرتبة يعني ما تقدر تعالجها بالفترة القادمة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل أو عمل جديد أو اهتمام بمسائل إلها علاقة بالعمل وممكن تظهر بعض النتائج الإيجابية اللي إلها علاقة في بعض الفحوصات أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك على مستوى الشراكي وبيقارب ما بينك وبين الشريك بشكل قوي فممكن تجد بعض الحلول أو تتوصلوا لبعض الاتفاقيات أو الدعم وممكن تهتم ببعض المسائل القانونية اللي تكون لصالحك بالفترة هاي وتدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور على مستوى الأموال المشتركة جيدة جدا فتدعمك على بعض الحصول على دعم معين أو المطالبة بدعم أو البحث عن منقرض أو يعني شيء يسهل عليك أو يسكر بعض الالتزامات عنك ممكن تظهر بعض النتائج إلها علاقة بالاتجاه القانوني تكون شوي لصالحك أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا بتظل قمر موجود لغاية ساعات الصباح ولكن إنه في حالة خلو المسار فعشان هيك منقول اللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد حاول ما تنفعل وما تتهور خلال هذا اليوم ممكن يصلك خبر من بعيد شوي هيك تستاء منه أو تعصب منه أو تدخل بنقاش حاد مع أحد الأشخاص أما بالنسبة لساعات الصباح القمر بنتقل لبيتك العاشر فعشان هيك بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الإجتماعية بتخضع لعدة تجارب مهمة أهمش إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول إنك تقوم بس بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع اليوم يعني بيحمل نوع من أنواع القلق ونوع من أنواع التوتر فبدك تكون حذر أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فمنقول إن الأجواء يعني ممكن وعدة إما بصداقة أو باتصال معين أو بتواصل ما بينك وبين صديق فحاول قدر الإمكان إنك يعني تتلاقه في منتصف الطريق وبرضو تحاول إنك أنت تلبي المساعدات ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو للقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه يعني الأجواء يعني بتصير لصالحك من ساعات الصباحة بتدعمك في بعض المسائل اللي بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال وخصوصا الأشياء اللي كانت متراكمة بالفترة الماضية وبرضو بتخليك تهتم بصحتك بشكل أكبر وممكن يكون لك نوع من أنواع الاهتمام بصحة أحد الأحبة أو مراجعة الطبيب أو زيارة المريض برج الدلو الأجواء بتظل غاية ساعات الصباح فيها نوع من أنواع التوتر شوي من العصبية ولكن من ساعات الصباح بتنشحن بطاقة غريبة وقوية جدا بتساعدك على إنجاز كثير من الأمور صحيح إنه الشمس مقابلك ولكن وجود القمر في بيت حليف لا إلك اللي هو الميزان بدعمك بشكل قوي وبدعم تصوراتك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الثاني فممكن تظهر بعض المسائل المالية المعقدة اليوم إما مطالبات أو اهتمامات أو مصاريف أو التفكير بتحسين وضع مالي معين في منك رح يحصل بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم ولكن ممكن أنه يبالغ أو يجازف في بعض المشتريات أو بصرف الفلوس أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء من ساعات الصباح بتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات فبتعزز من طاقتك وبرضو من قدرتك على الإقناع والتواصل والتسويق وحتى اللي بيشتغلوا في مجال التجارة المحلية رح يبدعوا خلال هذا اليوم اللي عنده امتحان أو مقابلة برضو رح تساعدوا هاي الأمور وخصوصا من ساعات الصباح يعني بتكون الأمور لصالحك أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو الحدية بالطباع على بعض المسائل ممكن بعض الأعطال أو بعض المشتريات اللي تكون مربكة حاول ما تفاقم الأمور وما تكبرها وما تدخل بنقاشات حادة لأنه الوضع مش مستحمل أي مجازفات أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي اليوم الأجواء من ساعات الصباح بتدعمك بقوة عاطفيا فممكن تحملك نوع من أنواع التلاقي أو التعاطف أو المقابلة ما بينك وبين الحبيب أو تتلاقى أنت وأحد الأحبة أو حبيب أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء في مسألة معينة ممكن تتمارس هواية أو تتمارس شيء أنت تبدع فيه إن كان فكري أو إن كان فني أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال اليوم أو تشعر ببعض التوععكات الصحية راقب وضعك الصحي بشكل جيد وفي المقابل بدك تنشط بأمور إنجاز أعمالك ما تخليها تتراكم عندك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء من ساعات الصباح بتصير لصالحك فبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الشريك ممكن تهتم بما تسأل إلها علاقة بالشراكة أو أوراق قانونية أو معملات وتكون لصالحك ولكن لا تنسى أن طاقتك ضعيفة وما تدخل بخصام أو جدال أو حدية بالطباع ببابينك وبين أي شخص لأن عدوك بالفترة هاي دائما بيكون أقوى منك بسبب الطاقة الضعيفة أما بالنسبة للبيت الثامن لغاية ساعات الصباح بتكون تتجنبوا أي شراكة مالية وبتكون تتفحصوا حساباتكم المشتركة وأموركم القانونية أو الأمور الأموال اللي بتيجي شراكة ما بينك وبين بعض الأشخاص أو الأمور اللي إليها علاقة بالقروض والديون أهم مش نكو تخففوا من النفقات في ساعات الصباح القمر بنتقل البيت التاسع لا إلك فعشان هيك يبتنشغلوا في السفر أو في أمور اتصالات بعيدة الفترة هاي مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة ممكن تناقش بقوة وذكاء وتجرؤ يعني وتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك ما تخشى شيء بل تق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة أو أمور إلها علاقة بأوراق أو معاملات قانونية أو إشيء العلاقة بالسفر أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة تقريبا الأجواء ما زال فيها نوع من أنواع التوتر فعشان هيك من ساعات الصباح بدك تنتبه ما تدخل بخلافات ولا نقاشات حدي ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وما تتغيب وما تتأخر عن دوامك وحاول أنك تنجز أعمالك بوقتها أما بالنسبة لبيتك 11 فبيت الأصدقاء شوي يعني بجمع ما بينك وبين صداقاتك ممكن اليوم تهتم بمسألة إلها علاقة بصديق أو تساعد صديق في مسألة معينة ممكن تجد بعض الحلول اللي بتساعدك أو بتساعده ممكن تحل مسائل كانت معقدة بالفترة الماضية وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك فممكن تساعدك على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ولكن الأهم أنك تراعي وضعك الصحي بشكل أكبر طبعا القمر بما أنه موجود مقابلك لغاية ساعة الصباح فبتحس أن الأمور إلها علاقة ما بينك وبين الأزواج أو الشركاء ولكن في ساعات الصباح شوي القمر بتحرك منزلي فبصير في بيتك الثامن بيطلع من المقابلة فعشان هيك هي بتحس أنه شوي اهتماماتك بتصير على الوضع المالي أكثر بالنسبة للبيت الأول تقريبا يعني اليوم بتشعر بطاقة شوي أحسن من الأيام الماضية ولكن نفسيتك ما زالت متقلبة في بعض الأوقات بتشعر ببعض الوهن أو التعب أو التقلب بالمزاج أو بالنفسية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء اليوم من الساعات الصباحة بتتجه بالاتجاه الجيد اللي ممكن تجد بعض المخارج أو المساعدات أو الدعم المالي خلال هذا اليوم ممكن تهتم بمشتريات أو دفعات ولكن قلل من مصريفك ممكن ترتب بعض المسائل المالية زي السداد أو الترتيب أو الحصول على دعم معين أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا ما زال الجو عصبي وحاد بالنسبة لإلك فعشان هيك بتتوتر وتعصب وتتقلب بالمزاج بسرعة هائلة جدا بدون سابق انذار حاول انك تمسك حالك من العصبية وانتبه أثناء تنقلاتك وحركتك إذا كان عندك مناقشة أو مقابل اليوم حاول انك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء طبعا كل ما اتجهنا للصباح بتصير أفضل فهاي بتعمل نوع من أنواع التقابل أو التلاقي ما بينك وبين أفراد العائلة فممكن تحل مسألك كان صعب انك تحلها بالفترة الماضية ممكن اليوم تتمم إنجازات عالية على مستوى أمور العلاقة بالبيت أو العائلة أو العقار ممكن تفرح لمسألة معينة بتتعلق بأحد أفراد العائلة ممكن شوي يكون أجواء لطيفة بتدعم أو بتجمع ما بينك وبين أفراد العائلة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس من ساعات الصباح شوي حساسيتك بتزيد يعني شوي بتخلي عندك ردات فعل سلبية تشاؤمية أكثر ممكن تدخل بنقاش أو خلاف ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم أو ممكن تحتد أثناء التعامل مع أحد الأبناء أو تقلق على أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الأجواء من ساعات الصباح بتصير إيجابية أكثر فبتقدروا تنجزوا أعمالك بشكل قوي وبرضو ممكن يكون لكم اهتمامات صحية بشكل جيد لكم أو لأحد الأحبة وممكن يطمئن بالكم من مسألة كانت شوي صعبة بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا القمر موجود لغاية ساعات الصباح فبيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم أهم شي انك تتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الآخر بشيء انتوا ما بتقدروا انك تنفذوه اليوم شوي ممكن انك تعلجوا بعض الأشياء اللي كان فيها الالتباسات بالأيام الماضية في ساعات الصباح القمر بنتقل للبيت الثامن فبتنهمكوا في عادة تنظيم أموركم المالية أهم شي انكم ما تهملوا صحتكم بتصبح لأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معاكم بتلاقي أعمالك صدى طيب أهم مش انك ما تتكسل في بعض الأمور بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الأجواء اليوم رح تضغطك باتجاه الأخبار اللي مش جيدة من خارج البلاد فممكن يكون لك تعامل مع أحد الأشخاص خارج البلاد أو اتصال أو خبر يعني شوي خليك تحتد أو تعصب أو تقلق أو يعني شوي تستاء من تصرفات معينة ممكن تتعطى المسائل إلى علاقة بالدراسة أو بالامتحانات أو نتائج معينة إذا كان عندك مناقشة أو عندك مقابلة أو عندك امتحان ما تعتمد على الحظ مهائيا بدك تعتمد على قدراتك إذا عندك دراسة بدك تركز أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا من ساعات الصباح الأجواب تصير إيجابية تدعمك بشكل قوي فممكن تعزز سمعتك أو تدافع عن سمعتك أو أنك أنت تثبت ذاتك في مكان عملك وخصوصا أثناء تعاملك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل فممكن تنجز معاملة كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية أو يكون لك اهتمام عالي أو النظر يتوجه إليك في مسألة معينة خصوصا في مكان العمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء تقريبا ما زالت بتحمل نوع من أنواع التوترات يعني مش مرتاح لأشخاص أنت بتتعامل معهم في مشاكل معينة في طباع معينة ممكن سلوككم في الفترة الماضية تصرفاتهم خلى الأجواء عندك تظلها فيها نوع من أنواع التحفظ على مسائل معينة أو ردات فعل سلبية حاول أنك تتجاوز المرحلة هاي وتجد بعض الحلول لأنه الواحد بدون أصدقاء ما بتزبط حياته قل للشخص اللي أساسا أساء لك أو بيسيء لك حاول أنك أنت تنهي علاقتك معه أو تبتعد عنه قدر الإمكان أما بالنسبة لأبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة اليوم بتساعدك على إنجاز بعض المهام فبتقدر تنجز أعمالك بشكل جيد ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية إلك أو لا أحد الأحبة أو زيارة مستشفى أو مراجعة طبيب أو الحصول على أدوية أنت معتاد تأخذها أو يعني تبدأ تأخذ دواب بشكل مستمر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر